وصراحة لنكون منصفين ما قامت به حكومة الأستاذ أخ النوش قامت بقرار إيجابي جدا بإلغائها لنظام المتعاقدين أو ما سمي بمن فرض عليهم نظام التعاقد وهذا كان خطأ الحكومة السابقة لذلك نسجله بإيجاب وكذلك في إطار إصلاح النظام الأساسي للأسرة التعليمية وكذلك تعديل القانون المتعلق بالأكاديميات لتكون هناك العدالة والمساوات بين كافة الأساتذة والأستاذات العاملين في قطاع التعليم حتى لنكون بين صنفين من الأساتذة هذا جانب الجانب التاني كذلك من أجل دعم المدرسة العمومية الوطنية لتقوم برسالتها التعليمية والتربوية وتأهيل الشباب المغرب وفي هذا الإطار كذلك ندعو الحكومة إلى إلغاء قرار تسقيف تضيف وتكوين في ثلاث سنة الذي فرضته الحكومة الحاليا نعتقد أنه قرار ظالم في حق شبابنا خريج الجامعات المغربية الذين تجاوزوا سن ثلاث سنة بشهر أو بشهرين وحرموا من ولوج أو اجتياز المباراة التي تؤهلهم لولوج هذه الأسلاك التعليمية لذا نعتقد أن قرار حكومة هو قرار إيجابي جدا نسجله ونتمنه ونعتقد على أن هناك أخطاء يجب إصلاحها لدعم المدرسة العمومية لتحسين الوضع المادي للأسرة التربوية الوطنية حتى نتكلم عن إلغاء التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذي نفرد عليهم التعاقد في إسلاك الوظيفة العمومية يجب أن يتم إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية في باب نفقات الموظفين الخاصين بوزارة التربية الوطنية الشيء غير ذلك لا يعني بتاتا إنهاء ملف التعاقد ما حصل في المجلس الحكومي البارحة هو فقط العمل على تغيير التسميات بحيث على أنه بعدما عملت وزارة التربية الوطنية سابقا على تعديل المادة 11 من القانون 070 المحلط الأكاديميات الجاوية للتربية والتكوين بالتنصيص على مصطلح الموارد البشرية ونظرا لأن هذا المصطلح تم حدفه من النظام الأساسي الذي يتم تعديله حاليا وسوف يصدره عم مقاريب سوف يقع تناقض ما بين ما ورد وما سيريده في النظام الأساسي الجديد والمرسوم بقانون الذي عدلت بموجبه المادة 11 من القانون 070 لذلك عمل المجلس الحكومي على تدارس مشروع قانون يقضي مزموعة من المشاريع قوانين أولها مشروع قانون مشروع مرسوم قانون يقضي بسحب المرسوم بقانون المعدل المادة 11 من القانون 070 والعمل على تدارس مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 11 مرة أخرى وكذلك تعديل القانون 021 الذي تم بموجبه إحالة الأساسي الأساسي والأطور الدعم الذي نفرض على المتعاقد على النظام لمعاشات المدنية المسلم طرف الصندوق المغربي للتقاع السنة 2021 والذي كان ينص في مادة فريدة على ما يسمى بالأطور النظامية الأكاديمية الجهوية التربية وتكوين إذن هذه التسمية التي تقول أزارة التربية الوطنية أنها لم تبقى معتمدة سوف يتم العمل على تعديل المسميات وليس تعديل الجوهر حتى نتكلم عن طيم لف الأساسي الأساسي وأطور الدعم الذي نفرض عليهم التعاقد كما قلت يجب العمل على خلق مناصب مالية في إطار قانون المالية في باب نفقات الموظفين الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية شيء غير ذلك يبقى فقط در للرمض في العيون وتلاعب بالمفاهم المصرحات لأن مسألة طيم لف التعاقد يا ما سمعناها لم نطرف هذه الحكومة ولم نطرف الحكومات المتعاقبة الوزير السابق السيد سعد أمزازي هو الآخر تكلم سنة 2016 عن طي التعاقد وتبين على ذلك أنه لم يطوى كذلك اليوم هذه الحكومة الحالية بعد إصدار النظام الأساسي الجديد في أكتوبر 2023 تكلموا عن إنهاء ملف التعاقد وعلى أنه تم إدماج الجميع لكن في ماذا يتكلمون عن نظام أساسي جمع الرسميين ونفرد عليهم التعاقد خارج الوظيفة العمومية وهو واقع الأمر الذي لنزل يومنا هذا إلى يومنا هذا لنزل الأساس هو أطر الدعم الذي نفرد عليهم التعاقد خارج الوظيفة العمومية لأنه لم ترصد لهم مناصب مالية في إطار قانون المالي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر